السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي هنتكلم عن مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب جنوب السودان الشقيق والتي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي حاجات كثيرة جدا ظهرت من خلال هذه المباراة النتيجة ممكن جدا ما تكون المقياس لكن العوامل مهم جدا إنك تصل لنتائج تكون كويسة على مستوى التهديف وحاجات كثيرة جدا ممكن نصل بها هنتكلم عن في هذه الحلقة هنتكلم عن الإحصايات الموجودة في المباراة وكيف كانت مجريات المباراة وردت فعل الجهاز الفني وهنا المباراة دي ممكن تكون كما قياس نهاي قبل مباراة أمام موريتانيا خارج أردنا أول حاجة نحب أن أتكلم عن بعض الإحصايات الخاصة بالمباراة وهي إحصايات صادمة جدا جدا لكن خلونا أول حاجة قبل ما نبدأ بالإحصايات نبدأ بالتشكيل اللي بدأ به المدرب برهانتية لهذه المواجهة مواجهة منتخب جنوب السودان الشقيق بدأ بحراسة المرمى محمد المصطفى مازم محمدين مصطفى كرشوم صلاح نمر مصطفى الفادني عمار طيفور ولادين خضر بوكبا عبد الرؤوفي عقوب عثمان مختار محمد عبد الرحمن ووليد الشعلة مؤكد أنه من خلال التشكيل لو حبيت تقرأ بعض التفاصيل الخاصة بالتشكيل بتحسن المدرب بيحاول بقدر الإمكان في الشقة الهجومي أنه يجيب أكتر ثلاثة لعبين أو أكتر اللعيب الموجودين على مستوى هذه الهلال الموجود بيناتهم انسجام يخول لهم أنهم يؤدوا أفضل هداء في مباريات بالمستوى العالدة وقد كان أنه الاختيار يتم عثمان مختار وكمان حتى وليد الشعلة وكمان اللاعب ومحمد عبد الرحمن الغربال هذا المباراة الودية ممكن نحاول نقول أنها هي كم قياس نهاية على مستوى النتيجة لو تكلمنا عن أنه العقم الهجوم الموجود يعني وليد الشعلة أعتقد أنه ممكن يكون أفضل هداء في الدور السوداني منذ عودته من الكويت ولاعب في كل مباراة يسجل وبيصنع الغربال حاليا هداء الدور السوداني الممتاز عثمان مختار بدأ يشارك بشكل أساسي وبدأ يشارك بشكل راتب في تشكيلة الهلال وحاليا استدعي للمنتخب الوطني لأول مرة فبالتالي بنتكلم عن لعيبة اثنين هداء فين سواء كان غربال أو حتى وليد الشعلة فدي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن تقول خلا أنا طيب أفضل من ليل أنا أجيب منه عشان يكون هدف للمنتخب الوطني أو يهدف ممكن تكون فيه ضعف على مستوى المنظومة بشكل عام إنه حاليا الفريق ما بالمستوى الأفضل ممكن تكون كتجارب ودية ممكن تكون كتحضير يكون أخذ زمن أطول على مستوى الدور السوداني لينا أعمل تحضير لمدة أسبوع وما يتخلل أي واحدة من المباريات الودية الممكن تكون في السودان استنادي على مباريات ممكن تكون كانت في الإعلام عندها رصيد كبير جدا جدا من الشو زمان تكلمنا عن منتخبات زي منتخبات السنغال منتخبات المغرب بتطهم من الانتحاد السودان لكرة القدم إنه يلعب مباريات ودية معاوي يدول المباريات وفرحنا جدا في المواجهات دي حتدينا الكثير من العوامل اللي حتخلينا نخش مباراة موريتانيا وكنجو الديمقراطية بطريق أفضل جوانب معنوية إننا لعبنا مع أعلى مستوى وممكن تكون نتائج على مستوى الأداء بعيدا عن نتيجة المباراة اللي أعتقد إنها ما بتكون مقياس نهاية لكن بتكون مقياس لمدى خطورة الهجوم اللي أنت شغال عليه ودائما حتى ولو أنت ما سجلت فبالتالي الناس ممكن تصل لإحاة مهم جدا في أنه فريغك وصل لين من الانسجام ووصل لين من فهمه لخطتك وستراتيجيتك أنت كمدرب عشان لعبها في المباريات اللي جاية والشيذا شفناه من خلال منتخب جنوب السودان نحن الطالبين المباراة ونحن اللي عايزين لعبها المباراة وتأكد تماما عزيز المشاهد أن المباراة كانت عبارة عن جيم واحد من جنوب السودان على المنتخب السوداني لأنه من خلال الفيديو اللي بتعرض قدامكم تأكد تماما أنه فعلا الضغط كان كبير جدا من منتخب جنوب السودان وده مش على الفيديو أو حتى شوية المقاطعة اللي تقطع عطيات حاليا كملخص لا بنتكلم حتى عن المدرب برهانتية بيتكلم عن أنه منتخب جنوب السودان خطان في وضعية المدافع طول فترات المباراة وده الوضعية اللي أنا دايرة عشان نمشي أدافع ضد موريتاني أو حتى أدافع بطريقة أفضل طيب أنا لو عندي الاستراتيجية بتاعات إننا عايز أصل لإننا أكون مركز ومدافع بشكل طيب أو أكون دفاعيا كويس جدا سواء كان دفاع منطقة أو حتى دفاع متقدم أي نوع من نوع الدفاع هل حيكون عنده خطة إننا لما نكون الكورة معاي أستلم وأقدر أطلع بالكورة لقدام وأقدر أعمل المرتدات ألعب بناس سريعين والكلام هل في خطة بالمستوى ده عشان تقدر تعمل خطورة على مرمو المنافس ولا لا لما نكون المنافسة اللي بتلعب أمامه بارودية زي منتخب جنوب السودان أقل منك حتى على مستوى التصنيف يعمل عليك أكتر من عشرة أو حتى عشرة ركنيات مقابل اتنين بس ليت أنت تأكد تماما أنه الوضعية مختلفة تماما في أنه في أفضلية كاسحة لمنتخب جنوب السودان والدوافع والرغبات مختلفة تماما أنت واخد المباراة على سنة ودية وهو بقول أن المباراة بالنسبة له عايزة يمكن تكون أنه يفرض نفسه يقول أنا موجود أنا متطور أنا كمنتخب ممكن جدا يكون عنديك كثير في الفترة جاية وده المنتخب باعتباره المبني بشكل أفضل المصروف عليه وبشكل أفضل المترتب بشكل أفضل كمنتخب السودان الأول لما نكون الاستحواز بنسبة تقرب من الثمانين في المئة لصالح منتخب جنوب السودان فإنت محتاج تقيف مع نفسك كمدرب وكاتحاد وكمتابع وحتى كمشجع لأنه تأكد تماما ممكن النتائج ما تكون من المستوى الأفضل لو سألنا في سنة سؤال مباشر ومبسط جدا هل ممكن نأخذ النتيجة بتاع اللقاء الودي بتاع جنوب السودان إنه يمكن تكون نتيجة نهية لأداء المنتخب الوطني تأكد تماما هي بتديك ملامح كبيرة جدا لمدى جاهزية منتخبك عشان يخوط غمار التصفيات القادمة لأنه مهما كان أنا بخوش بتشكيط منتخب جنوب السودان لو أنا ما عايز أدي كله عندي ما بصلي درجة الخبس والزكاء الكروي إنه نأدي الفريق الثاني يلعب على مدى أكتر استحواز يكون قريبة الثمانين في المية وكمان يلعب عليه أشر رقنيات ويسجل عليه هدف ويتنقض وهدف أنا ممكن حاسي إنه ممكن يكون لو زاوية الكاميرا مزبوطة ممكن يكون هدف صحيح ومحمد المصطفى حارسنا يتصدى لركلة جزاء من الشوطة الأول عمالها صلاح نمر بغرابة شديدة عشان كده كل العوامل بتحسسك إنه المنتخب لا ممكن جدا إنه كده تخاف من مواجهة موريتانيا الجاية في إنه نحن ما بالجاهزية الكاملة صاح ندعم صاح نتكلم بشكل طيب لكن برضو أحسن نجيف عند الحقيقة ونعرف مستوى منتخبنا واصل لغاية وين عشان ما نعلي سقف الطموحات وتوقعات بعيدا عن الواقع اللي احنا موجودين فيه واقعنا مبارح إنه منتخب جنوب السودان وصل معاك لدرياتي إنه سيطر على الجيم بطريقة تامة وهم بيتكلموا حتى في الصفحات إنه حاليا فريقهم يعني طلع بالتعادل بالنسبة له وزي الخسارة وتعادل بالنسبة للسودان بطعم الفوز لأنه ركلت جزاء صدها محمد المصطفى الحارس المتألق لما نجي نتكلم عن نجومية المباراة لفرضنا إنه لعيبة جنوب السودان كلهم كانوا كنجوم أو عملوا عليهم وزيادة ومن منتخبنا نحدى إنه أبرز أداء فردي بالنسبة اللاعب نشوفه عند حارس مرمى منتخب السوداني محمد المصطفى تأكد تماما عزيز المشاهد إنه نحنا قدام مرحلة حتكون مختلفة تماما على مستوى التصفيات وما حتشوف نفس الأداء شفته في التصفيات الفاتحة دعا لحسب وكهات تزريعنا الشخصية اللي يكون الجهاز الفني أزكى من الجميع وعايز يفاجئ موريتانيا بإنه لعبة تشكيل البديل أو حتى لعبة الخطة بق على مستوى مش الإختيارات لا الخطة بق على مستوى التاكتيك اللي هو بلعبه وعايز يتراجع عايز يدافع عايز يصل لنلعب بكده وبكده عايز يصطلح نمر إعمال الخطأ السازج ده المتكرر مع المريخ ومع المنتخب الوطني حاجات دي إنت ممكن تصليها من خلال مباراة موريتانيا القادمة على المستوى الشخصي أتفائل جدا لمنتخبنا الوطني حنكسب موريتانيا ليه لا حنمش نلعب بكل الدوافع والرغبات مؤكدين وحتى المباراة الودية عارفين تماما إنها هي ما بنفس الضغط ولا بنفس الطموحات ولا أنك فيه ثلاثة نقاط إنت محتاج تكسبها أو حتى تكتسمها بينك وبين موريتانيا عشان تكون موجود على سلم الترتيف في التصفيات وهنا دي مباراة الودية لكن برضو المباراة الودية بتبديك العديد من الملامح لأنه متأكد تماما لو كوتش برهانتيا قالوا له هجومك يسجل هدف أو هدفين حيختار الهجوم يسجل هدف هدفين لأنه عشان اديه دفع معنوية كبيرة جدا ما تخش المباراة الجاية وإنت مضغوط بشكل كبير لو قالوا له مدافعك ما يرتكب ركعة الجزاء والحماقة اللي انتم شفتوا في الفيديو دي تأكد تماما إنه حيختار إنه لا وما يرتكب الحمقات دي عشان ما يخش المباراة الجاية وهو مضغوط إنه خايف أصلا يتعثر للاعب ونعمل حاجة وتكون عليه ركلة جزاء فعشان كده مباراة جنوب السودان أدتنا الكثير من الحاجات المهمة إنه فعلا منتخب جنوب السودان حتى ولو ما التطور الكبير داك على المستوالي أفريقي فإليه ماشي بخطة ثابتة إنه يتقدم خطوة خطوة ومنتخبنا الوطني لا ما بيدينا ملمح إنه ماشي لقدام لغاية مباراة كانت آخر مباراة مهمة كانت مباراة جنوب إفريقيا اللي ممكن عملنا فيها أداء كان عالي على المستوى الفردي والجماعي وحتى على مستوى التخطيط من الاتحاد السودان للكرة القدم اللي لو بنجي بنحسنا فسنا ماشيين نحو الهاوية وأنا أتمنى إنه أكون غلطان حنجي نكون معاكم إن شاء الله في حلقة ما قبل المباراة خاصة بمباراتنا أمام موريتانيا اللي نتمنى إنه فيها نطلع بنتيجة إيجابية موريتانيا بتحشد كل محترفينا حتى ولو بلعب في دور درجة سابعة في أي مكان برضو بيجيبوه ونحن عندنا ثلاثة محترفين بنحلمهم لنا عشر سنة عشان يجيوا مسل المنتخب الوطني لا هم بيقدموا في إنه يجيوا للمنتخب الوطني وراء الاتحاد شادي حيرو إنه اللعيبة ممكن تجي مع المنتخب الوطني في الفترة اللي جاية دي ممكن الرؤية للحلقة بشكل عام عن مواجهة منتخب الوطني لمنتخب جنوب السودان الودية المنتخب الشقيق المباراة اللي ممكن كانت عاطفية بشكل كبير لكن منتخب جنوب السودان كانوا محترفين جدا جدا لأنه هجماتهم كانت كثير جدا وبرائكم شفتوا في الفيديو وشفتوا الملخص اللي كان موجود الخاص بهذه المباراة دي رؤيتي شكركم على الحسن المتابعة إن شاء الله دايما تأمين والأمين شكرا لكم اشتركوا في القناة